كل المحطات اللي فاتت كانت نتيجة عمله على الصليب الصليب ده لولاه ولا نقطة من اللي احنا فاتت دهيت كانت هتبقى موجودة هتبقى موجودة ازاي كنت هفضل انسانة جسدية ودي محطة جاية كنت هفضل الانسان الجسدي الانسان اللي تحت سلطان العالم اللي بيحكم فيه العالم لكن ازاي انا اتحول من انسان بيحكم فيه روحيا من العالم من ابليس من كل الامور العادية الطبعية الى انسان روحي لا يحكم فيه من احد يعني انا باختلف انا ببقى انسان مختلف محطة الجاية هي ان انا اتحول من انسان جسدي الانسان روحي ازاي تحول من انسان جسدي الانسان روحي هل انا كنت انسان روحية قبل الصليب قبل مقبل عمل مسيح كنت بحاول كنت بحاول اصوم اصلي اعمل فروض اه اتحصن اه اعمل اي حاجة علشان ابقى روحية علشان ابقى انسان ارتفع روحيا كده ويبقى لي علاقها روحية مايبقاش فيه امور العالم تأثر فيه لكن ما حصلش مستحيل البني ادم اما بيعيه بيخفش غير مستحيل حد يدعي له يخف لكن ليه الناس اما بيعيوا او بيجي لهم اروح شريرة بيروحوا عالكنيسة جري عشان يصلولهم لان فيه سلطان روحي فيه سلطان روحي فيه حاجة اسمها انسان جسدي وانسان روحي الانسان روحي بيحكم الانسان الجسدي بيتحكم عليه فطول ما انا قاعد بعيد عن الصليب انا بيتحكم علي انا بفضل بيتحكم علي طول الوقت انا ما اقدرش ان انا احكم في حاجة انا ما اقدرش اقول للبني ادم المقعد قوم ويقوم ما قدرش أقول الكانسر امشي فيمشي ماينفعش المولود أعمى يتخلق له عينين ماينفعش أنا بحكم في أمور روحية إلي يوقف المطر في أمور روحية بتحصل بتيبقى لها تأثيرات جسدية تأثيرات طبيعية الإنسان الروحي بيحكم في كل شيء ولا يحكم عليه من أحد الإنسان الجسدي بيتحكم عليه المسلم عمره ما هيبقى يقدر يبقى بالفروض إنسان روحي مستحيل أعمل أي حاجة مش هتقدر تكون الإنسان الروحي اللي بيرتقي وبيوصل إنه هو يحكم إمتى أنا أقدر أحكم في الأمور ده أما أنا أبقى إنسان في المسيح أما أنا أبقى مش عايش بالجسد أما أنا أبقى عندي أمور تانية بتحرقني أما يبقى الروح القدس اللي هو روح الله ساكن جوايا ساعتها أقدر أبقى إنسان روحي أبقى مختلف شوف الآية داية بتقول إيه ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله عشان كده الإنسان الطبيعي اللي بعيد عن ربنا مش بيقبل الصليب لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم في روحي أما الروحي بقى أما الروحي فيحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من أحد محدش يعني الإنسان الروحي دا ما ينفعش يتعمله عمل ويأثر فيه ليه؟ لأنه محصن في روح الله في محروح الله عليه دم المسيح إبل الصليب دم المسيح مغطي يعملوا أعمال يعملوا اللي هم عايزينه يعملوا يتبحوا زبايح علشان يقزوا بني آدم ما فيش حاجة تقزيه الليل إنه إنسان روحي الإنسان الروحي بيحكم وما بيتحكمش عليه ما بيجوست فيه يعني الإنسان الطبيعي لهو غير مؤمن المؤمن